بعد قمم الجبال، بعد القمم السبعة، بعد القطبين الشمالي والجنوبي، بعد أربع سنوات من آخر مغامرة، مكسيم شعية بطلنا الكبير ينطلق إلى مغامرة جديدة. ما هي؟ تقرير رودي حشاش بال2006 تحدى نفسه وأنهى القمم السبعة، أما العام 2009 فرفع عالم لبنان عن جديد لما نجح بتحدي الأقطاب الثلاثة. اليوم مكسيم شعية ومثل ما عودنا دائما وضع نفسه أمام تحدي جديد ومغامرة استثنائية ما بتجي إلا مرة بالعمر. هالسنة ما رح نشوف مكسيم بتياب التلج، ولا رح نشوفه عم بيتسلق جبال أو عم بيحارب البرد القارس، لأنه رحلته هالسنة بتبدأ بالقرب من مدينة بيرث غرب أستراليا. من هونيك وعلامات المركب طوله 8.8 متر، رح يحاول مكسيم يقطع المحيط الهندي ومن خلال التجديف فقط حتى يوصل إلى جزيرة موريتيوس، اللي بتبعد 6500 كيلو متر عن بيرث. وأول ما بينطلق المركب ما في رجعة لأي سبب كان، لأنه الرياح والتيارات الطبيعية اللي ما بترحم، رح تمنعه من الرجوع. مكسيم منه واحده بهالرحلة، فقد اختار أنه يقود فريق مؤلف من ثلاث أشخاص، زملائقه اتنين هن ستوارد كيرشو وليفار نيستيد، واثنينهم متل مكسيم تحدوا الطبيعة من قبل، وكسروا أرقام إياسية. الرحلة رح تستغرق بين 70 و95 يوم، وبأول أسابيع رح تدخل أجسامهم بصدمة، فعدا عن الحرمان من النوم، المجاعة البطيئة هي شيء محتم، لأن الوحدات الحرارية اللي عم بيحرقوها خلال 14 ساعة تجديف بنهار، ما رح يقدر الجسم أنه يعودها. المخاطر كتيرة، والطبيعة والطقس ما بيرحموا، وأقل غلطة ممكن تكلفهم حياتهم، فرح يواجهوا أمواج عالية ورياح قوية، ويمكن حتى عواصف وأعاصير. هيدا عاد عن إمكانية الاستضام بصفن كبيرة، اللي بيقدّ إلى موتهم على الفور. مكسيم شعية رفع اسم لبنان مرتين عام 2006 وعام 2009 لما تحدى القمم والثلوج، ولكن هالمرة تحدى من نوع آخر وبوسط الجديد ما بيرحم أبداً. فقالله يوفقك يا مكسيم، لبنان كله معك. نحن فخورين فيك مكسيم شعية مثل عادي، وإن شاء الله هذا الفخر يزداد بهذه المغامرة الجين. شو جابرك على هجنون؟ عم شوف تقرير رودة قداش فيه مصاعب وخطورة. لماذا؟ في عدي جوابات، بركي أولون ليش لا، ما زال أنا قادر، بكرة بيجي. بعدك قادر؟ عمرك بيسمح لك؟ العمر بالعكس بيعطي خبرة وحكمي أكتر، ومت ما بتعرف، مثل ما أنت بتتمرن كل يوم، أنا بعدني بتتمرن كل يوم. بسم الله عليك، بس أنه عم بشوف أنه قياساً لعمرك، والشباب المرفقينك أصغر منك بكتير تقريباً. مش بكتير، بس بدي قللك شغلي مرسيل، يعني أنت عم تحكي عن القوة الجسدية، بس أنا تعلمت من خلال رحلاتي، وخصوصاً الرحلات الطويلة والصعبة، أنه الفرق بين النجاح والفشل مش بالقوة الجسدية، بس بالذهن. بهيدي بدي كتير عمل ذهني، يعني عم بقرأ تقرير عن روينغ أنا، بدي كون كتير تركيز ذهني، ليش؟ لأنه عم تتغير حياتك كلياً، ما عم فينا مثلاً نام 8 ساعات، ومت ما من نام أنا وياك اليوم، ومن وقتين نهارة نشتغيل. بنا نام مثلاً اسمها بوليفازيك سليب، يعني من نام عدة مراحل. كنا مفتكرين أنه لحن نام مثلاً مش أكتر من ساعتين عفرد مرحلة، بس عدة مرات بالنهار، بس من بعد ما حكيت مع طبيب نفسي، فهمت أنه بما أنه رحلتنا طويلة تقريباً ثلاثة شهور، أفضل أنه مرة كل ثلاثة أيام، كل واحد مننا يكون عنده أربع أو حتى خمس ساعات رياحة على متتالية. ليش حكيت حكيم نفسي؟ لأنه بهيك رحلة طويلة ثلاثة شهور، سعي أنه رحلت السابقة على القطب الشمالي، استغرق 53 نهار، وكنا ثلاثة أشخاص، بس كان في عمنا خمسة عشر بالمية من مساحة القرى الأرضية لنفسنا. طبعاً نحن هون على محيط كبير جداً، ولكن الزورق 9 متار. هون بدي أسألك أسئلة كتير سريعة، بديك جاوبنا عليها بشكل سريع، أم تار رايحين؟ حزيران. هل هي أقل قصوة وصعوبة من مغامراتك السابقة أم أكثر؟ أكثر. أصعبون؟ أصعبون، حضروا أكثر. هل هناك أحد عملة غيركم؟ هناك 16 زورق لليوم قدروا اشتازوا المحيط الهندي. خيفين أنك لا ترجع؟ أكيد في خوف، مش طبيعي. من شو خيفين؟ بتصور خيفين من حالي. ليش؟ لأنه أنا قائد هالسفينة، وفي عندي مسؤولية كبيرة، ومعقول ما تكون على قد الحملة، بس بتأمل أنه تكون على قد الحملة. من وين رح تنطلقوا؟ من جيرلتن، شميل بيرث. اللي شفناها بالخريطة. مصبت. من لوين رح تكون وجهتكم؟ إيل موريس؟ غرب للإيل موريس. كم كيلومتر رح تشتاز؟ تقريبا 3600 نوتيك المايل. كل نوتيك المايل هو 1854 متر، أكثر شوية من ستاتيوت مال. هل المركب بتأمن سلامتكم؟ أكيد. شو بيتضمن المركب؟ يعني متل ما شفت، مواضح لا في حمام، لا في قوضة نوم. هل الحمام بيأمن السلامة يا مرسيد؟ لا لا لا، هو أسيلي إضافية. ما في حمام؟ ما في حمام؟ وين رح تتحمم؟ تتحمم؟ تتزلوا بالماء؟ عندي محيط طويل عريض، ايه، وطبعا في عندي كمان بكرر مية البحر، وبصير فينا إشربة. طبعا إذا عنا كهربة زيادة، والكهربة بناخدها من الطاقة الشمسية، ومن المروحة الاولياني اللي موجودة على الشخطور، إذا عنا زيادة بنسمح لنفسنا إن نستعمل شوية ماء. عظيم، وحاجة تكون وين بتقضوها؟ حاجاتنا، ما كنت متصور لح تسألها السؤال لك؟ ليه، هو أسئلة عم يسألون الناس، هلا بعد شوار يسألوك إذا بقى تعمل سيكس، شو بتعمل؟ يعني أسئلة طبيعية. مضبوط، بالنسبة لحاجاتنا نسميها باكت انت شوكت، باكت يعني سطل، شوكت يعني لبرة. أوكي، أي ظروف مناخية بتتوقع وتواجهوها؟ أكيد عم اخترنا هالفقرة ها يعني من حزيران لأيلول لأنه خارج الهوريكن، يعني الريح القوية. أكيد على ثلاثة شهر ما فينا نضمن أنه ما يكون فيه بحر عالي وريح قوية، ولكن ما بيكون فيه هالعاصفات الكبيرة، العواصف الكبيرة. كل يوم في عندي مع شخص شخص بأمريكا بيلحق الأقمار الإصطناعية والمناخ تحتى يقلنا كيف مفروض يكون توجهنا. يعني إذا شفتوا في عندكم عواصف قدامكم، توقفوا وشو بتعملوا؟ لا، ما منوقف، في عندنا شيء اسمه سي أنكر، يعني مثل حبلة مع براشوت، في عندنا اتنين، واحد صغير واحد أكبر، تحتى إذا كان الرياح كتير ضدنا، ما ننجسف أكثر موجودة. شتي برد وجليد، هل فيكم تعادلوا بمساركم؟ فينا، بس ما بتصور لحن حد المسار، نحن من نروح من الشرق للغرب بأسرع وقت ممكن، إذا طلعنا صوب الشمال، هو لأنه عارفين مثلاً أنه في رياح شمالية، بدأت ضربنا بعض يومين، مطلع شوية على الشمال حتى ما ننزل كتير بصوب الجنوب والآخرين. كم رح يكون عندك ساعة تجديف يومياً؟ بين العشرة والخمسة عشر، بتصور 12. أنت؟ نعم. بسم الله عليك، هل أنت معود على دوار البحر؟ عم بشوف الأسئلة كله أنا أخذتها من الفيسبوك، الناس موجيه لك أسئلة وتويتر كله؟ إيه، أنا بتعرف ربينا وخلقنا وربينا بها المنطقة كمان هون قريب على البحر، وأنا درست الملاحة وبعرف استعمل ساكستنت، طبعاً الإيام ما لحي تكون في عنا حتى واحد على الشغطور، لأنه في عنا كذا جي بي أس، واحدة من أحد الأشياء اللي فكر فيها أنه إذا الأقمار الإصطناعية بطلت تشتغل في عنا مشكلة صغيرة. مجاهزين حالكم ساتيلايت أقمار إصطناعية تليفونات شو؟ تليفونات شو هو؟ في عندي تليفون كيفي ايتش، في عندي تليفون إن مارسات، وفي عندي تليفون إيريديم، شو هني يعني هو دي؟ كلهم هدو الأقمار إصطناعية مختلفة. طيب، الأكل عم يسألوني الأكيب برا كيف حتنأمنوا أكلكم؟ لح أكل أنا 7000 واحدة حرارية كل يوم، وزو ما لأكل واحد منهم 6000 لأنه أنا بصرف أكتر، ما بعرف ليش. 7000 موين بتجيبهم؟ هوا دي علب أو شو؟ هيدولة بنسميهم الإنجليزية فريز دريد فود، كنت استعملهم طبعاً برحلات الأخرى، وشوكولات، وفوكة مجففة، وقلو بيت، وإلى آخرين. 7000 واحدة حرارية، قدش بتعتقد رح تحرق أنت؟ بين 10 و 12، مشان هيك. رح تضع بحثي، رح ترجع هيك. مشان هيك عم بحاول أنصح. عم بحاول أنصح، وشغلة سقيلة كتير، مثل ما على القطب الشمالي، تلقيت كتير صعوبة أنه أنصح. كل يوم الصبح بيكل 2 كنافة، بعدين بيكل جونك فود، وشوكولات مو، وإلى آخرين وجدتوا هيدا، بس ما عم تنظر. دانيال عباد وفليب أبو زاد كمان برع بقول لك ميالك. سلتوني لا. فيهم يروحوا معك يجدفوا تيخسروا كالوريات، ماذا عن أخطار الأسماك العملائة؟ هيدولي طبيعية؟ ما بشكله خطر على زورة. بما فيه الأمواج العالية، ما نكون خيفانين منه؟ الأمواج أكيد، الأمواج لتلك في عنا طريقة يعني. السؤال هل رح تصور هالرحلة خصوصاً أنه معك مخرج للأفلام الوثائقية، هو موجود معكم بهذه الرحلة؟ مش بس لحصورها وأن الله أراد أنتج وثائقي، يا ثلاثة، يا ست قطع، بس كمان في عنا، والليوم عملت تستين لقلة، في عنا كاميرتين صغيرة على الشخطور، تعطينا لايف فوتج. إذا نحنا دورنا طبعاً بالساتيلايت، حتى نقدر نشوف شو عم بصير لايف على الشخطور، وهالكاميرتين لح دائماً يكونوا دائرين، وعم بيسجلوا على أس دي كارد، حتى إذا صار شي غير اعتيادي، يتسجل حتى بعدين نقدر نستعمله. ليش هالحلم اليوم؟ وشو بتقول لشباب اليوم؟ لأنه عم نحكي عن حلم، كنا لبينيز روكات الصيتي، وعم بيحكوا عن حلم، واليوم أنت شو بتقول لهالشباب؟ أنا بقول حلمه، بس أكتر من هيك حقق وحلمكم، بالرغم من اللي عم بصير حواليكم، وبركي أحدى رسالتي بهالمشروع الجديد هو أنه، متل ما أنت كان عندك الجرأة أنه تقلع من داخلك هالبطل يلي موجود بداخلك، متل ما أنا بركي عملت نفس الشي، كل واحد من شبابنا عنده بطل بداخله، وما بريدون يستعملوا حرفة هالعدم الاستقرار، بالحال إذا كانت في لبنان أو المنطقة، تم يكونوا من أحسن ما يكونوا